السلام عليكم كيف اخباركم معكم في قناة كروشي فاني كروشي ارد اعمل تعلم بشغل سنعمل اليوم بروفر رجالي ومعنا بالنسبة لهذا المنتج خيط الفوليا وممكن استخدام خيط الاليزا واي خيط انت محبب عندك شتوي مع هذا الخيط رح استخدام سننارتي اللي هي اربعة ونوص هلا بداية هتكون شو اسمه لياقة مربعة وبعدهم منا هتشتغل بس يعني خلص البربر رح ارجع اعمله ودوره بس البداية تبعيتي هتكون مربعة ونحن اخدنا البترون المربعة بالهلا بفاسطين للاطفال ونحن شرحناها بشكل عام كيف فينا ناخد مقاساتها يعني ان كانت الاطفال وان كانت اكبر المبدأ واحد بالشغل اول شي هنعمله انه هنساوي سلاسف بعرض الرقبة او عرض المقاس اللي انت معك انا بالنسبة الي هون اعملت لكل جنب عشرين يعني عشرين باربعة تمانين سلسال تمانين سلسال زائد الاربع زوايا انا بديها تكون الاب صغيرة شوي ما بديها تكون مفندلة لانه اجماله نحن عم نشتغل بمنتج شتوي هلا بعد ما عملت التمانين سلسال وحطيت الاربع زوايا يعني زودتهم اربعة لتلكم فيكن ترجعوا تشوفوها لازل تحبوا تفاصيل اكتر بالنسبة للياقة فنحن بناخد المقاس اللي بدنا اياه ومنزوده اربعة اربعة شو هنه هدول الاربع هدول الاربع هنه زوايا بعد ما ساويتهم وحطيت العلامات رح اطوية على النص او بالاحراء بس انا مشان ما تفتل معي بظن مجلسته من شان شو من شان سكرة دغري ومشي فيها بشكل مربع بمنزرقة تمام؟ فهذا الشكل هيك بتكون عندي مولافة ومستقيمة تمام؟ هلا انا شغلي هيكون بغرزة النصف بريد هاشتغل فيها بس بالدور التاني هنشوف كيف هنشتغل بطريقة مميزة هنعمل متل غرزة التريكو وغرزة النصف بريد هنجمعهم مع بعض هتطلع عنا هاي الغرزة انا متل ما كون شايفين انا حاطة هون ثلاث علامات والربعة هي الزاوية هاي البداية البريد الزاوية عبارة عن غرزة صدفة متل ما اتعنا هشتغل بغرزة النصف بريد رح ساوي تنتين الزوايا عندي بيكونوا غرزة صدفة اللي هي عامودين او نصف بريدين سلسالين نصف بريدين يعني تنين عامودين فينا نقول سلسالين عامودين تمام هاي عامود سلسال او سلسالين برجع بعمل اتنين كله هذا الحكيبي غرزة واحدة وهي شو هاي الزاوية تمام هلا برجع بمشي غرزة غرزة من دون زيادة او نقصان بقلب هدول السلاسل لوصل لعند العلامة برجع بعمل غرزة الصدفة هاي اللي هي الزاوية وغرزة النصف عامود اني عم باخد خيط فوت بالغرزة باخد خيط منه وبطلع منه هنه لثلاثة شايفين بهذا الشكل 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 تبكي الغرزة غرزة بدون زيادة او مقصان لعد ما وصلت لعندي العلامة راح ايمي العلامة واشتغيل الزاوية هنا عندي غرزة بعد منها الزاوية الزاوية عبارة عن عامودين سلسالين عامودين سنعم بشتغل نصف عامود مو عامود بلفة برجاء بكمل هذا الدور ما فيه اي شيء مختلف هذا المعنى شكل كما ترون من شكل مربع لان انا عملتهم بعض 20x20x20x20 هذا القياس الزاوية يعني راح اطلع ارتفاعي اللي هو اتنين لان اعم اشتغل غرزة نصف عامود بس ما راح ااخدها من الغرزة راح ااخدها من الخيط الخلفي فقط نحن هذا التكنيق اخدناه بغرزة التريكو تمام صرت بقلب الزاوية بقلب الزاوية بشتغل عادي بقلب السلاسل بعمل صدفة تانية واللي هي عبارة عن عامودين سلسالين عامودين برجع بشتغل الغرزة اللي هي النصف عامود لكن من الخيط الخلفي فقط يعني شايفينها دول الخيطين اللي هون انا حاخد الخيط فقط من الخيط الخلفي راح امركز الغرزة عليها بهذا الشكل بس من الخيط الخلفي وبامشي بكل غرزة غرزة ما عندي لا زيادة ولا نصة لحظة اني عممشي على هذا المبدأ وظنى عمكبر فيها للمربع اللي معي لحد ما وصل لعند حفرة الابض لان نسكنها وشلون عم تكبر معي؟ ذاتا هي عم تكبر وانا عم بمشي لانا عم بمشي فوق غرز الصدفة كأن هون غرز من ضمن السطر وبقلب الفراغ عم بعمل صدفة يعني انا من كل دور عم يزيد عندي من كل جنب تنتين من هون تنتين من هون يعني من كل زاوية عم يزيد معي اربع تمام وهيك بتكون عم تكبر معي يعني الدور اللي بعده انا بمشي على عواميد انه هي كمالة سطر وبقلب الفراغ برجع بعمل صدفة وانا هادا الشي برجع بذكر اني اشعرحته بشكل مفصل وبشكل مفصل والتفصيل المومن كمان بقلب حلقات صدر المربع تبع الفساطين تبع البناتي كما هالغرزة الصعبة هي مجرد غرزة نصف بريد لكن مو من الثلاثة مو من ضمن الغرزة باخده باخده بس من ضمن العامود الخلفي وهي هي الرسمة بترجع لكم يعني فيكن انتو تمشوا على نفس مبدأ الكنزة بس فيكن انتغيروا بالغرز منمشي بهذا المبدأ لان انا ما عندي لا زيادة ولا نقصة مجرد ما عملت الزوايا صدفة بالوسط او بالخطوط المستقيمة فين اعمل اي غرزة انا بحبه وباللون اللي انا بديه وبالتكنيك اللي انا بديه يعني ممكن اعمل كسطر لون ممكن اعمل غرزة عامود بلف عادي او مثلا نصف بريد بس بشكل عادي من دون ما اعمل انه هالرسمة هاي فهذا الشي بيرجع لكم بعد ما وصلت لهذا الطول صار وقت اني سكت صارت عند حفرة الباط انا هون بوقفت وغيرت اللون للاسود بصراحة انا كندي عملها ثلاث الوان اللي هي الاحمر والابيض والاسود بس ما لقيت الابيض من الفوليا لهيك رح ساوية بس احمر واسود طريقة الالوان والتفنن ما هذا بشي برجع لكم اهم الشي نحنا عنا الطريقة والغرزة والالوان والتفنن عليكم غيرت اللون مثل ما قلت لكم وللساعتني عم بمشي عادة للساعتني عم بمشي بنفس الغرزة اللي انا ماشي فيها من اول البلوزة ما تغير علي اي شي لعند ما اوصل لعند بوزة اول بوزة انا بقابلة من عند غرزة الصدفات تمام بعد ما وصلنا متل ما كون شايفين رح فوت بغرزة الصدفة وبالصدفة اللي مقابلته هي بده تمثلي الكم تمام وباخد فيها غرزة بشكل عادي وبدور العمل وبمشي لصدري الامام يعني كت عم بمشي على الخلف صرت عم بمشي بالامام تمام بكل غرزة غرزة بمشي على عامدة تبع الصدفة دخلت بقلب السلازل غرزة واحدة وارجع بمشي على الاعمدة وبمشي بكل غرزة غرزة من دون زيادة او نقصة نحنا اخذناها هاي الطريقة قبل بصدري المربع هلا ابدأ نعم بمشي هيك لوصل لعند الارنة التانية داي احكبر لكم الشاشة متى ما كون شايفين هون راح ضني عم بمشي بسبات الامام لحد ما اوصل لعند الصدفة التانية برجع بمسكن وفوت بالسلاسل شايفينه السلاسل تبع الصدفة بالسلاسل تبع الصدفة التانية وبرجع بمشي للخلف وضني عم بمشي بسبات لعند ما اوصل لطول البلوزة بعد منها برجع بربط الخيط وضبت الاكمام متى ما انا بحب كيف الالوان بدي اها اما بالنسبة للقب انا اشتغلت بغرزة الريبة ونحنا اخدناها قبل الكنزة المدورة واخدناها بشكل مفصل خي انا بكل غرزة غرزة بعمل اول شي دور عمود او نصف عمود بشكل عادي بعدين بعمل بالغرزة الريبة الامامية وبعمل اهاي على الداير من تحت وبداير عليكم او وانتوا فيكم تتفننوا بالغرز انتين ما بتحبوا اما الطريقة هي هي اذا بتحبوا تشوفوا النتيجة النهائية لا تنزلوا اشتراك بالقناة وضع ضر الجرس سيصلكم كل جديد والسلام عليكم